اشتركوا في القناة على النبي المغفر صاحب الوجه نبدأ حديثنا عن ألمنا الذي يعتصر قلوب أبناء هذا الشعب من بدايته بالشهداء والأسرى والجرح والجرح النازف في هذا الوطن وفي الشتات من المخيمات وواقع الشعب الفلسطيني من المقسام الأليم إلى ما يتعرض له أبناء هذا الشعب وبنات هذا الشعب من المؤامرات ومن الضغط والحصار نحن لسنا ببعيد من احتفال الذي تم قبل أيام في مركز رشاد الشرع والذي عرض فيه من قبل مديري التأهيل والأسراح ما قدمه أولئك النزلاء من كتابة المصحف واليوم نرى أمام عيوننا ما تقدمه مديري التأهيل والأسراح من صنع الأخوات مازن فقهاء كلها مناسبات تسطر بطول اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة